إيران الآن تتهيئ و تتستعد من جديد لعملية انتقام جديدة لقاسم سليماني في الذكرى السنوية لعملية قتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مطار بغداد وهذه العملية اللي يستعدونها هذه المرة مو بشكل مباشر وإنما عن طريق ميليشياتها اللي موجودة في العراق بتحويل العراق إلى منصة لعملية هذا الانتقام هذه القضية أكدتها اليوم الواشنطن بوست الأمريكية بتقارير من مسؤولين أمريكان أكدوا أن هناك ما يؤكد قضية عملية انتقام مقبلة رح نشوفها إحنا العراقيين قد تكون على الأرض العراقية أو عبر الأرض العراقية فالواشنطن بوست قالت الآتي لا زالت طهران تفكر في اتخاذ خطوات انتقامية لمقتل سليماني مما يثير احتمال تجدد المواجهة مع إيران في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب وإيضا أضافت مسؤولون أمريكيون وصفوا ما يرون أنهم فراج غير مريح مع إيران على مدار العام الماضي الوضع اللي صار بال2019 كان غير مريحا هو حقيقة بدأ من عام 2018 بدت إيران تهيئ العراق ليتحول إلى قاعدة لعملية استهداف إسرائيل كقاعدة صواريخ وكذلك استخدموها كعملية نقل صواريخ من إيران إلى العراق ومن العراق إلى سوريا إلى لبنان وبدأوا ينشؤون قواعد وخنادق وسراديب ومخازن للصواريخ وهذا الموضوع مؤاني لداقوله وإنما Long Journal War هي اللي تحدثت عن هذا الموضوع وقالت الآتي أشار التقارير إلى أن العراق يمكن أن تستخدمه إيران في إقامة قواعد صواريخ تهدد إسرائيل وأشار التقارير أخرى في عامي 2018 و2019 إلى قيام إيران بتهريب الصواريخ لميليشيات موالية لها في العراق أيضا فيما يتعلق بنقل الصواريخ هناك تهديدات بذخائر موجهة بدقة باستخدام التكنولوجيا الإيرانية المقدمة لميليشيات إيران في المنطقة إيران هربت صواريخ باليستية عبر العراق وسوريا إلى لبنان وأضافت أيضا دور إيران في العراق هو تهريب السلاح إلى سوريا عبر العراق فمنذ عام 2018 قامت إيران بتحسين قاعدة بالقرب من ألب كمال السورية على الحدود مع العراق هذه كلها اليوم النشرة والبعض من يسمع بقضية أنه ديهيؤون إلى قاعدة بالقرب من ألب كمال وهذا الموضوع مبالغ به وأعلام أمريكي المشكلة هناك ما يثبت أن هذا الموضوع صحيح واللي يثبت هو الساتيلايت الـ ISI واحدة من أضخم المواقع الرسمية التي تصدر صور مباشرة من الساتيلايت متعلقة بأي عملية تحرك تصير على الأرض العراقية أو الأرض السورية أو أي أرض في العالم يعتمدون على عملية الأقمار الصناعية في أخذ الصور لذلك الصور وهذه القاعدة التي يحكون عنها هي هذه القاعدة تحديداً هذه قاعدة اسمها قاعدة الإمام علي التي هي قاعدة إيرانية تستخدمها إيران وميليشياتها في داخل الأراضي السورية هذه هي الأراضي السورية وهذه هي الأراضي العراقية وهذا هو معبر البوكمال وهذا معبر غير رسمي تستخدموا الإيرانيين في عملية نقل المعدات والصواريخ إلى هذه القاعدة وهذه مثل ما واضح بتقرير قاعدة الإمام علي هذه في وقتها لما أخذوا الصورة أكدوا أنه ادمرت لكن مع دمارها رجعوا بنوها مرة ثانية ويرجعون يبنوها مرة ثانية لأن هذه منطقة صحراوية خالية يريدون من خلالها يقطعون الطريق إلى إسرائيل والقيام بضربة وهذا هو اللي تتحكي عنه أو اللي تتحكي عنه أنه فعليا تصير ممكن ضربة مباشرة من هذه المنطقة لذلك إذا ألقنا نظرة على 2020 شنو اللي يسووا تحديدا هذه الصورة مأخوذة في يوم 12.05.2020 للأقمار الصناعية وواضح جدا أنه هذه المربعين المهمة جدا للريد نوضحها هذه نأخذت في 1.04.2020 من هذا العام اللي صار شنو موجود إكسكيفيتر اللي هو حفار لهذه المنطقة وهذه بلدوزرز اللي هي عملية الجرافات البلدوزرز طبعا والإكسكيفيتر كلهم سووا عمليات حفر لعملية نفق في هذه المنطقة في 1.04.2020 بدت العمليات وانتهت وصارت هذه القناة وهذا النفق واضح جدا بالصورة القمر الصناعي أنه هذه الأطراف في هذه المنطقة اللي رويناكم إياها أنه بدت انتهت عملية الحفر وبدت عملية خزن الصواريخ والأسلحة بحسب الأقمار الصناعية وواضحة هذه الصورة من بعيد هي طبعا متبين بالشكل المقرب لكن بسبب السترائت نقدر نشوف هذه الصورة فبحسب هذا التقرير اللي مذكور وتقييم الـ ISI أنه الإيرانيين الآن دي يطورون عملية تخزين الصواريخ وهذه القناة مو بس تصير بيها صواريخ أو ضمو بيها صواريخ أو أسلحة وإنما حتى شاحنات سيارات حاملة للصواريخ المتطورة تكنولوجيا ممكن أنه تكون موجودة ويستوعبها أو تستوعبها هذه القناة فلذلك أكو عملية قنوات واضحة جدا دي يبنوها بالـ 2020 هي بدأ بناءها أصلا مثل ما قلنا بالـ 2018 و 2018 هس الهدف شنو من هذه عملية التخزين وغيرها حتى نرويكم ونوضح للمشاهد الكريم الآن واضح جدا هذا العراق وواضح جدا أنه هذه هي سوريا فإذا أخذنا البو كامال وأخذنا الصورة السابقة ولاحظنا وركزنا أنه بحسب الصورة السابقة اللي هي هذه إذا أرجعناها حتى نوضح هذه هي البو كامال هذه هي القاعدة هذا هو الكروسنج اللي هو البوردر كروسنج اللي هو طبعا المنفذ واضح جدا هذه هي المنطقة اللي دي يصير بها عملية التخزين وعملية المعسكر اللي هو معسكر الميليشيات الإيرانية من أجل عملية ضرب إسرائيل فإذا حسبنا هذا الطريق من ألبو كمال إلى إسرائيل رح نلاحظ هي كلها تقريبا أقل من ألف كيلومتر بطريق آخر أيضا 952 كيلومتر فهذه الصحراء هي تقطع ما يقارب 35% إلى 40% من المسافة إلى إسرائيل فواضح الهدف سيارات شاحنات حاملات للصواريخ تتحرك من هذه القنوات مباشرة وتقطع الطريق يعني يقللوا إلى تقريبا 600 متر وبالتالي أي صاروخ إيراني ممكن أن يسوي ضربة اللي دتثيره هنا اللونج جورنال وور هي أنه فعليا الضربة ممكن مو بس تصير بالعراق من قبل الميليشيات وإنما تصير ضربة مفاجئة موجهة إلى إسرائيل بهذا الشكل اللي شرحنا موسيقى موسيقى